هدمت إسرائيل منازل لأربعة فلسطينيين أودين بقتل جندي إسرائيلي قبل نحو ثلاثة أشهر واندلعت مواجهات عنيفة خلال عملية الهدم بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء الهدم مشهد بات مألوفا في الأراضي الفلسطينية جرافة إسرائيلية تغرز مسنناتها ليلا في بيت فلسطيني تقتنه عائلة منافذ إحدى العمليات يعود هذا المنزل متواجد في قرية بيت كاحل شمال الخليل لقاسم ونصير عصافرة المتهمين بطعن وقتل جندي إسرائيلي في مستوطنة عصيون وسط ضفة الغربية اعتقل خلال عملية الهدم خمسة فلسطينيين لاندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جرت العادة أن تهدم السلطات الإسرائيلية بيوت منافذي العمليات فيما تسميها عملية ردع الشعب الفلسطيني يسميها عقابا جماعيا يصف الجانب الإسرائيلي مرتكبي العمليات بالمخاربين لكن الجانب الفلسطيني يتعاطف مع العمليات قائلا إنها تنفذ ضد مجندين أولا ومستوطنين متواجدين على أراضيهم المسلوبة والمحتلة وفق القانون الدولي ثانيا مع تبوي زعيم حزب اليمين الجديد وحليف نتانياه السياسي نفتالي بينت منصب وزير الأمن تعهد الأخير بخوض مزيد من الخطوات الرادعة للعمليات حسب تعبيره بدءا من الإبقاء على جثمين القتل من منفذي العمليات الفلسطينيين وسط وقعات بإحكام قبضته أكثر واتخاذ خطوات تصعدية فور تدهر الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين